اهلا بكم الى هذا الموجز ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطع غزة الى نحو 26637 شهيدا اغلبيتهم من النساء والاطفال بينما نهز عدد المصابين 65400 مصاب ولا يزال اكثر من ثمانية الاف شخص في عداد المفقودين تحت الركام حيث تمنع قوات الاحتلال تواقم الاسعاف من الوصول اليهم وفقا لاخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية هذا ويتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم السادس عشر بعد المئة حيث تشهد مناطق متفرقة من القطاع قصفا عنيفا لآلة الحرب الصهيونية هذا وكان قد استشهد عدد من الفلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء وأصباء خارون مساء الاثنين في قصف صهيوني استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القصف الصهيوني استهدف منزلا في منطقة حي الصبرة ما أدى إلى استشهاد عشرين فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع فيما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط عمارة جاسر في خان يونس جنوبي القطاع اقتالت قوات صهيونية خاصة صباح ثلاثاء ثلاثة شبان داخل مستشفى ابن سينة في مدينة جنين أحدهم مصاب يتلقى العلاج بالمشفى وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادرها من داخل المستشفى أن نحو عشرة أشخاص من أفراد القوى الخاصة تسللوا إلى المستشفى متنكرين بالزي المدني ولباس طباء وممرضين ثم اتجهوا إلى الطابق الثالث حيث قاموا باغتيال شبان ثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت وعلى إثر ذلك دعت وزارة الصحة الفلسطينية الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني فيما دعت القوى الوطنية من فلسطين إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات والمراكز الصحية وطواقمها لإخراجها عن الخدمة كما هو حاصل في مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطع غزة وأفد بيان للخارجية الفلسطينية بأن مليون ونصف المليون مواطن في وسط وجنوب القطاع يعانون ويلات الحرب وسياسة التعطيش والتجويع والحرمان من المساعدات وجميع الاحتياجات الإنسانية والغذائية يعقدون مجلس الأمن الدولي ثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة ضمن البند المعنون بالوضع في الشرق الأوسط وستقدم كبيرة منسقية الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع كما يحقد المجلس الأربعاء جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصيوني بشأن منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على طلب الجزائر وصفت تسع منظمات إغاثة في رسالة مشتركة تعليق بعض الدول التمويل عن وكالة الأنروا بقطع شريان الحياة عن شعب بأكمله المنظمة والتسعة حذرت من أن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة برمتها معربة عن قلقها وغضبها من اتفاق بعض أكبر المانحين على تعليق التمويل المخصص للأونروا وأضافت أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدة التي يمكن وصفها بالمنقذة لأرواح أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة ختام الموجة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة